موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته لازلنا في إطار الحديث حول ما ورد في وصية الإمام علي عليه السلام لولده الإمام الحسن عليه السلام هذه الوصية التي ينبغي أن تكون حاضرة لدينا كل واحد فعلا يعمل على أن يستوصي بها وأيضا أن ننقلها إلى أولادنا إلى أحبائنا لأن غالبا ما تكون وصايانا هي أن نوصي بمال أو نوصي بأرض عقار أو بذهب أو غير ذلك من الأمور جيد ومطلوب واحد أن يكون عنده حرص على أولاده على من يحبهم من يرغب أن يساعدهم لكن جيد واحد كمان أن يكون حريصا على أن يوصي هؤلاء الذين يحبهم أن يوصيهم بوصايا تفيدهم في أمر دنياهم وتعزز موقعهم عند الله سبحانه وتعالى دائما بد يكون هذا حاضر يعني كل واحد مننا بالحياة لديه تجارب كل واحد في الحياة لديه أفكار وآراء اكتسبها كل واحد عنده كذلك طريق يوصل إلى الجنة يعرف طريقا يوصل إلى الجنة أو أكثر من طريق واحد لازم يخبر خبر أولاده يقولون يا أولاد انتبهوا أنا عندي هالتجربة عليكم أن تأخذوا بها عندي هالنصيحة عليكم أن تأخذوا بها كون حريص على ذلك لأن الخسارة الكبيرة هي ليست أن يخسر أولادنا مالا أو موقعا هذا الله بيسر نهاية الله سبحانه وتعالى لا يضيع أحبائه لا يضيع أولياءه كما رزق الآباء يرزق الأبناء هذه ليست المشكلة المشكلة أن نخسر أولادنا في حياتهم في علاقتهم مع أنفسهم في علاقتهم مع ربهم في علاقتهم مع الناس ما يعرفوا أن يحسنوا التصرف مع الناس ما يعرفوا الطريق الصحيح الذي يوصلهم إلى ما فيه نجاتهم عند الله سبحانه وتعالى هذه الخسارة إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة وطبعا خسارة يوم القيامة هي أيضا خسارة للدنيا لأنه لنصل من خلاله إلى يوم القيامة هو أن نحسن وضعنا في الدنيا الله يوصل الناس يوم القيامة إلى الجنة الذين كانوا عندهم أخلاء كانوا صادقين كانوا أماناء كانوا محبين للناس كانوا خيرا على الآخرين كانوا قلبهم مفتوح للآخرين عندهم تساموا هذا طريق الآخرين ما أفكر أنه فيه طريق للدنيا وفيه طريق طريق الآخرين يوصل إلى أفضل الطرق في السعي في هذه الحياة الدنيا وهذا اللي دائما كان الحرص عليه لهذا لما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال له دلني على عمل إن أنا عملته ودخلت الجنة أنا دلني على ما فيه نجاتي وفيه ما أبلغ الآخرة وأصل إلى الجنة قال له أنل مما أنا لك الله عندك علم عندك مال عندك أدرات عندك إمكانات أعطي هذا بوصل الجنة طيب قال له إن كنت أحوج ممن أنيله قال أنصر المظلوم فيه ناس مظلومين بحياتك تعيش معهم يظلمون أمامك ساعدهم ولو بكلمة بجروري واحد يفوت بمشاكل مع الناس قال له فإن كنت إيش أدر هالأمر يمكن هذا يعمل لي مشاكل والظالمين غالبا ما يكونون أقويا قال له اصنع للأخرق في ناس بحاجة لتجاربك خبراتك في ناس ما بيعرف يتصرفوا قال له فإن كنت أخرق ممن أصنع له كمان أنا بحسن التصرف قال له أمسك لسانك إلا عن خير هاللسان حركوا بالخير ما فيك تعمل ادعو الناس إلى أن يعملوا الخير ادعو الناس إلى أن يسيروا في طريق المعروف هذا اللي لازم يكون واحد حريص عليه في هذه الحياة الجنة وورد أنه أكثر من يصل إلى الجنة هو نتائج الجنة عادة تتحدد أكثر أكثر نتائج الجنة لهذا يقال أن أكثر الذين يصلون إلى الجنة أيضا يصلون بأخلاقهم بأعمالهم للصالحة اللي كانت لديهم حرص عليها فيها الحياة كنوا خير إمام علي كان يقول عاشروا الناس معاشرة إن ميتم معها بكوا عليكم وإن غبتم حنوا إليكم نعود إلى كلام أمير المؤمنين في وصيته يقول وَلَا تُضَيِّعَنَّ حَقَّ أَخِيكَ اتْكَالًا عَلَى مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ يعني بعض الناس ما بيعطي حقوق الناس المؤمنين من حوله حقوق إخوانه المؤمنين عساس أنه أولي في علاقة في صداءة في محبة بينه بينهم وذلك بيتناسب بينهم بتلاقيه بيهتم بالآخرين الذين ليس لهم علاقة بيهتم بشؤونهم بحاجاتهم نتيجة مصالح أو أي سبب هون الإمام أراد أن يؤكد له لا بد أن تكون حريصاً على حقوق إخوانك المؤمنين تعطيهم حقوقهم وما تنسى على أساس أنه نتيجة العلاءة الإيمانية ونتيجة الأجواء التي أنت عايش فيها معهم بتنساهم لا يعني بعض الناس بتلاقي بيهدي لكن بينسى أن يهدي الناس الذين من حوله تلاقيه مرات بيأثر بواجباته بعيادتهم نتيجة أنه والله ما هي علاقة معنا منيحة بينما ليمكن علاقته معهم مهتزة بيروح واحد بيزورهم بيهتم فيهم وبيقدم لهم هدايا وبيسعى على مساعدتهم حتى يقربهم طيب هذا راح تضيع ولذلك الإمام سلام الله عليه بيقول لابد أن تؤدي حقوق إخوانك المؤمنين أو حتى على مستوى الإنسانية ولا تضيعن حق أخيك اتكالاً على ما بينك وبينه من حسن العلاءة فإنه ليس بأخ من أضعت حق في حق لابد أن تقوم به وتكون حريص عليه هذا كمان بيصير بالحياة الزوجية بتلاقي كتير من الأزواج ما بيشكر زوجته ما بي يعني ما بيراعي أنه والله لم تعمل لها شي عمل هيك بيقدرها في نتيجة أنه هي زوجته كمان مرات الزوجة بعلاقتها مع زوجها نفس الوضعية بتكون لا مفروض واحد صحيح زوجته بس فيه هناك مسؤوليات لا بد أن يكون بها اهتمام رعاية وهكذا الزوجة بالنسبة للزوج وهكذا الأخوة في البيت الواحد وعلى المستوى الإيماني كما أشرنا ولا يكون أهلك أشقى الخلق بك يعني أهلك عائلتك أنه أشقى الناس يعني في بعض الناس بتلاقيه بالمجتمع اتيكات وبيهتم وبيراعي الناس وبيهتم بأمورهم بأحاسيسهم بينما بيته لا ما بيراعي وبيدخل على بيته في كتير من الناس حامل كل مشاكله بالحياة اللي بعيشها وبيته هو متنفس مشاكله ولذلك يعانون من ورائه وبدل من أن يكون خيراً لهم يكون مشكلة عليهم لا مطلوب أن يكون خيراً لهم وهي هاي مسؤولية وليست أمراً اختيارياً بكون أحسن الأقربون هؤلاء هم أقرب الناس إليك أولى بالمعروف وأولى أن لا تسيع إليهم في الحياة فالإمام كان يأكد على هاي الصور وذلك دائماً منقول واحد لما بيجي على بيته مش أولاده فش تخلقه لأنه عنده مشكل بمحدة أو لأنه في عنده مشاكل بالعمل أو لأنه في هناك يعني أمور يمكن مش راغب فيها على مستوى السياسي في حدا ناقشوا بشي وصار هناك نقاش هيك عاصف بينه وبينه بتلاقي بيجعل البيت وبتلاقي مستنفر لا دائماً بقول واحد متل ما بقول مرات واحد ذاؤه بيحطه برات البيت على بدخل البيت حتى لا يوسخ بيته كذلك الواحد يفحط مشاكل وهموم يفوت على البيت يدخل الأنس إلى قلوب أهله قلب زوجته الزوجي قلب زوجها قلوب أولاده هو ليحقهم عليه للواحد أن يكون حريص عليهم أن يهتم بمشاعرهم بأحاسيسهم بحاجاتهم وإذا عنده مشاكل حلها محل تاني البيت مش هذا المكان اللي هو مكان حل المشاكل والتبعات وكل هاي الأمور والتقصيرات ولذلك ولا يكن أهلك أشقى الخلق بك لازم يكونوا هني أحسن الناس بحياتهم من خلالك يعني تكون مهتم بهم مش بس الاهتمام المادي كثير من الناس بيهتم بأهله بعيلته بيهتم بالجانب المادي بيمكن بيهتم بمدارسهم بس ما بيهتم بمراعاة نفوسهم بإدخال السرور إليهم هذا أمر مطلوب ولابد هؤلاء أن يحظوا بكل حاجاتهم لأنه أهل البيت مش بس بحاجة للجانب المادي أو حتى التأمين أمور شؤون حياتهم اللي بدوا يعيشوها بالمستقبل آآ كمان حاجاتهم النفسية والراحة اللي ينبغي أن يشعروا بها الأنس كل هاي أمور لابد أن تكون شاغل باله الواحد هاي مش من الأمور الكمالية آآ بعض الناس بيتم برة آآ حتى على المستوى الديني مرات بيتم بس ما بيتم بالمستوى الديني بعيلته بيتم بمراعاة حاجات الناس بس عايته ما كتير مهتم بها لذلك الإمام كان عم يركز على هذه الصورة ويدعو إلى أن لا يكون الإنسان مشكلة لأهله بل أن يكون حلا لهم دائما هم مكان أنسهم الواحد هو بيكون مكان أنسه ومكان راحتهم وطمئنانهم ولا ترغبن في من زهد فيك ما ترغب في الإنسان اللي هو زاهد فيك في بعض الناس خلص مش حاطك بالحساب أنت بتلقى رايحة أو لا هلا إذا فيه إمكانية تعود تعيد تواصل معه جيد بس لهو زاهد فيك أو مش كتير ما اعتبرك إلك وجود بها الحياة أو إلك أهمية بها الحياة طيب ما ترغب به وأحرص على أن لا تكون في موقع الإساءة لنفسك ولموقعك ولا يكونن أخوك أقوى على قطيعتك منك على صلته يعني عليك أن تكون حريص على أن تأخذ بأسباب الصلاة إذا أخوك المؤمن أخوك بالإنسانية أخوك على مستوى العائلة إذا أتى بأسباب القطيعة عمل هو يعمل أشياء بتأذي للقطيعة قابلها بموجبات الصلاة حتى تغلبه خليه يستحمل نفسه اغلبه بالإحسان اغلبه بعمل الخير اغلبه بالابتسامة إذا هو تجهم وجهه أمامك هاي مطلوب دائما وهذه لك نتائجها في الدنيا أكيد بده يتأدر بالنهاية هذا الأمر إذا ما أدره هلا بده يأدره بعدها إذا ما أدره بالحياة بأدره بعد ما تغادر الحياة وكمان هذا الله ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة واصل أمو العداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم هذا اللي يجب يكون لذلك الواحد يكون حريص على تواصل هو يفتح الجسور مش ينتظر غيره يفتح الجسور غيرك آطع أنت افتح النبي صلى الله عليه وآله كان هاي سيرته وهي لي جعلته على خلق عظيم كان يصل من قطعه يعفو عمن ظلم يعطي من حرم ما فيه أكثر مما عمله أهل مكة معه أخرجوه من مكة عذبوه عذبوا أصحابه أساءوا إليه ما أساءوا شنوا عليه الحروب لكن لما نوصل إلى موقع فتح مكة وكان في موقع القوة في ذلك الوقت ماذا قال لهم لما جاءوا إليه ماذا أنت فاعل بنا قال اذهبوا فأنتم الطلاق خلص جوزت عن كل هذا الماضي هاي الصورة وهذا جعل النبي يصل إلى قلوب هؤلاء وجعل الإسلام ينفته وجعل هؤلاء يكونوا قوة لهذا الدين طبعا في بعض الناس ما يعني ما تأثر بهذا الجو لكن بشكل عام ولا تكونن على الإساء أقوى منك على الإحسان لأن الإحسان بده جهد يمكن مرات الإساءة كمان بده جهد لكن يكون قوتك على الإحسان أكتر لأنه في طرد واحد أساء إليك أحد بدلته بالإساءة بدلك بالإساءة بدلته وازدادت العداوة يمكن تتوسع بعد ذلك بينما واحد بدلك بالإساءة بدلته بالإحسان أكيد على إله عين يويد لك بالإساءة إلا بعض الناس اللي ما يفيد معهم هالأمر لكن مش قاعدة وأما حقه مساءك أن تعفو عنه فإن رأيت أن العفو عنه يضره بخليط مادة سأتخذ حق بحقك ولا يكبرن عليك ظلم من ظلمك إذا ما تكبر واحد ظلمك ما يتكبره كتير بنفسك فإنه يسعى في مضرته هو عم يسير إلى حال أمام الناس أمام المجتمع وبعدها يمكن يكون مرات ردات الفعل ثم ينفعك إذا ما نفعك في الدنيا وخلاك أنت موقع المظلوم بالتالي سوف يكون الناس معك عادة الناس مع المظلوم طبعا مش شكل عام إلا طبعا ما منقول فيش حالات استثنائية لكن الأكثر عند الله سبحانه وتعالى لهذا في ذلك اليوم سيكون اليوم الذي ينتصر فيه للمظلومين الله سوف ينتصر لهم هل أكيف أكيد الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخره ليوم تشخص فيه الأبصار يوم القيامة أيضا سوف ينفعك لأنك سوف تجد نتائج ظلمه هذه لحسابك لهذا يقال إن إنسان لما يظلم إنسان بيسيئ لأله بيغتابه بيسيئ لشخصه بيسيئ لماله لأي أمر سيأتي يوم القيامة في الوقت اللي بحاجة الإنسان مش لعملت الدنيا ولا بعقارات الدنيا ولا بكل هالأشياء بحشاء الحسنات لهذا إذا حدى ظلم إنسان يأخذ يوم القيامة من حسناته اللي عملها إذا ما كان عنده حسنات السيئات اللي عنده بيعطيها وأكيد هذا الأمر سوف يكون صعبا عليه لهذا يوم العدل يوم القيامة سيكون الوقع صعبا على الظالم سيندم كثيرا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب وكمان كما أن على مستوى الدنيا أكيد المظلوم دائما سوف يكون الله عونا له في هذه الدنيا وليس جزاء من سرك أن تسوءه يعني الإنسان اللي سر كامل معك منية جزاءه شو أن تسيئ إليه لا أن تحسن إليه وهذا مطلوب للإنسان دائما أن يبادل الإحسان بالإحسان هل جزاءه الإحسان إلا الأحسان واحد أحسن ما يدله بالإحسان وأكتر ولهذا الواحد إذا حذ أحسن إليه لا بد له أن أولا أن يدعو الله سبحانه وتعالى له هذا أول أمر وبعدين يسعى إلى أن يرد له هذا الإحسان ما استطاع إلى ذلك سبيلا وأن يتحدث إلى الناس عما قام به هذا الإنسان هذا لازم يكون واحد حرصه عليه مع الأسف بعض الناس تخشاه مع أنك أحسنت إليه لأنه ما بجازي الإحسان بالإحسان بجازي بالإنسان بينسى مباشرة لا لازم كل واحد مننا يشعر أنه إذا حد أحسن عليه هذا دين عليه في رقبته مش بس مباشرة حتى إلى يوم الدين دائما يشعر هالإنسان فعلا له تأديره وإله موقعه والله هذا بوقت من الأوقات كنت بحتاج كنت بظرف ولكن جاء إلي وساعدني وخفف عني حتى مرات مش بس ضروري بالمال على كل شيء بنعمله بالمال حتى لو بكلمة طيبة خفف عنك أم ساعدك على أمر معين دلك على طريق معين ولا سيما لازم يكون حرصنا أكثر على أولئك الذين دلونا على طريق آخرتنا وليس يكون لهم تأثير كتير أدر هؤلاء الناس لدلونا على الإيمان أدر أهلنا أدر العلماء أدر الناس اللي بيهتموا بالأمر بالمعروف ونعن نكر هولي همشي لأنه أساس لازم يكون عنا الآخرة والآخرة مثل ما أنه طريقها كمان بوصل إلى أحسن العمل في الدنيا يكون واحد خير بالدنيا هو اللي يزم يكون عندنا تأدير لأنه بعض الناس بيقدروا الناس اللي بيعطوهم بالمال ويحطوهم موقع لكن ما بيقدروا الناس اللي بيساعدوهم على طريق الحق على طريق الجنة على الطريق اللي بيوصلهم لريضا الله سبحانه وتعالى هو لازم يكون عندهم تأدير ويكون عندنا حرس بالعكس مرات بعض الناس لأجل أنه واحد سيعده بمال بيبيع طريق الحق وطريق الخير هذا ما لازم يكون بحسابات إذن هذه بعض فقرات وصية الإمام عليه عليه السلام جيد نفهمها نعيها نعمل على أساسها خير لأنه هذه في الدنيا خير لأنه في الآخرة أيضا نعبر عن حبنا عن ولائنا لهذا الإمام لأن حبنا مش بس بالحكة وبالهوبرة بالعمل لا تنال ولايتنا إلا بالعمل أفيكف الرجل أن يقول أحب علي وأتولى ثم لا يكون فعالا والحمد الله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة